بصوا بدر بنون يبدو كده انه مش هيكمل الموسم مع الاهلي مش هيلحقه يعني يبدو يبدو الحاجات اللي بجينا من جوة النادي ليه مش هيكمل الموسم مع الاهلي برضو انا مش بقلقكم او متشائم هو النادي الاهلي عايز يبقى متطمن مليار في المية مليار في المية من حالة بدر بنون عشان عنده مضاعفات في القلب قبل ما ينزل ويخطي ارض الملعب يعني الاهلي مش هينزل بدر بنون ارض الملعب اللي لو هو متأكد مليار في المية ان حالة اللاعب الصحية ما فهاش يعني ما فهاش شك طبعا كل حاجة بيدربنا بس يعني يبقى متطمن مية في المية فممكن ما يلحقش بس الخبر اللي انا اقول لحضراتكم دلوقتي ده الخبر اللي اتأكدت منه من اكتر من مسؤول في النادي الاهلي ولو بشكل ودي عشان اعرف حتى انا ساعات بقى عايز اعرف خبر احاول اعرفه بشكل ودي عشان فيه ناس او النادي الاهلي ممكن ما يقدرش يقول الكلام ده بشكل رسمي فسألت السؤال هو صحيح يا جماعة انتو ناويين تستغنوا عن بدر بنون كان الرد واضح وصريح وصارم جدا وحاسم اتقل نصا كده من مسؤول في النادي الاهلي قال الكلام ده ما يحصلش من النادي الاهلي الكلام ده ما ينفعش يطلع من النادي الاهلي اللاعب تعبان مريض ان شاء الله نفضل وقفين جنبه لحد ما يتعافى تماما وبعد ما يتعافى تماما يرجع يلعب وينور مكانه ويبقى في مكانه الاساسي في تشكيلة النادي الاهلي وبعد كده بقى نشوف امور فنية تخليه قاعد في النادي الاهلي او مش قاعد في النادي الاهلي حاجات ليه علاقة بالجهاز الفني واجنة التخطيط وخلافه لكن النادي الاهلي يسيب اللاعب في هذا التوقيت الصعب وهو مريض ده ما يحصلش من النادي الاهلي ده نصا اللي اتقلي انا بقول لكم اللي اتقلي نصا من ناس كانت ممكن تقولي المعلومة بشكل ودي بقولك يا كريم لا احنا نوين نستغنى عنه فعلا عشان احنا ممكن ما نستفدش منه الفترة اللي جاي الكلام ده ما تقلش خالص اي حاجة تقروها بخصوص هذا الام عارية تماما من الصحة تماما يعني الموضوع ده اصلا لم يناقش ولم يطرح وما فيش حد اقترحه كمان مش موجود وبالمناسبة فيه لعب اخر في النادي الاهلي يعاني من مضاعفات فيروس كورونا احمد نبيل كوك الناس نسيته بدل بنون عشان رجله في الملب على طوله في تشكيل عسية ومع المنتخب المغربي فالدوش عليه اكبر شوية لكن الراجل ده كمان بيعاني فنتمنى له الشفاء وان شاء الله يرجع موهبة كبيرة جدا الاهلي يقدر استفيد منها في السنين اللي جاية ويرجع سليم وعافى بإذن الله بإذن الله الزروف اللي زادية يا جماعة ما بتتحملش اشعاعات ولا تتحمل اجتهادات ناس مريضة ازاي انت اصلا بيجي لك قلب تكتب خبر ولا تكتب بوست ولا تكتب تويتا تقول ايه الاهلي نوي يسيب بدل بنون خلاص عشان هو تعبان في كده ما اكيد مش منطقي يعني قلت برضو ايه اروح اسأل يمكن واحد اقترح الاقتراح ده في الاهلي الراجل اللي بسأله قال لي لأ بقى ده كلام مستحيل طبعا نعمل كده مستحيل مش مطروح اصلا مش مطروح ده فيما يخص بدل بنون ونتمنى كمان الشفاء لأحمد نبيل كوكا بإذن الله يرجع سليم وعافى في الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة